موسيقى السلام عليكم أثار تصريح للقيادي في حركة حماس الفلسطينية محمود الزهار اعتبر فيه أن الفرحين بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ينتمون إلى فئة الشواذ عبر تاريخ هذه الأمة أثار هذا التصريح استياء في الشارع العربي والفلسطيني على السواء وأعاد طرح الأسئلة المتعلقة بطبيعة العلاقة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإيران وتكتسب هذه الأسئلة أهميتها ليس من مجرد تصريح لقيادي في الحركة وإنما من حالة لم يعد ممكن فيها التمييز بين مواقف وتصريحات تمليها المرحلة الحساسة التي تعيشها المقاومة الفلسطينية وبين التوسع في الثناء على طهران وتعليق صور رموز وقادة إيرانيين بعضهم متهموا بالمسؤولية المباشرة عن أعمال تطهير طائفي في سوريا والعراق الأمر الذي رآه مراقبون وكتاب عرب وفلسطينيون يتخطى الضرورة ويستهلك من رصيد المقاومة الفلسطينية في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نبحث في جوهر العلاقة القائمة بين الفصائل الفلسطينية وفي القلب منها حماس وبين طهران كما نتوقف مع ما قاله السيد محمود الزهار لنسأل عما إذا كان يعبر عن لسان الحركة بالفعل أم هو مجرد رأيا شخصي قبل أن نصل إلى الحديث عن خصوم العرب اليوم وموقع إيران منهم التفاصيل بعد التقرير لطالما شكلت إيران مصدر قلق لجيرانها من خلال تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة واستخدامها لأذرعها المنتشرة هنا وهناك لسيما في العراق واليمن وسوريا ولبنان تدعم جهة وتقاتل أخرى تتاجر بالقضية الفلسطينية وأسست فيلق القدس الذي لم يطلق رصاصة واحدة صوب إسرائيل وقتل قائله قاسم سليماني في بغداد وليس في فلسطين في الذكرى الثانية لمقتر سليماني وهو واحد من أهم المسؤولين عن عشرات المجازر لاسيما في العراق استفزت تصريحات للقيادي في حركة حماس محمود الزهار الذي وصف من فرح لهذا الاغتيال بالشواذ في تاريخ هذه الأمة الشهيد قاسم سليماني الذي اغتالته آلة الصهونية المسيحية وفرح لذلك الاغتيال الشواذ في تاريخ هذه الأمة وهي ليست المرة الأولى التي يطلق فيها قادة من حركة حماس تصريحات تشيد بإيران وقادتها فقد وصف إسماعيل هنية سليماني بأنه شهيد القدس إنه إذن شهيد القدس شهيد القدس والتفاخر يحيى السنوار بعلاقات في غاية القوة والمتان مع إيران سوريون وعراقيون ولبنانيون ويمنيون أشاروا إلى أن تلك التصريحات هي الشاذة فإن سليماني هو من قتل وعذب وشرد هذه الشعوب وفي الوقت الذي يثني فيه قادة حماس والجهاد الإسلامي على ضباط الحرس الثوري اتهمت ابنة الرئيس الإيراني السابق رفسنجاني فائز رفسنجاني النظام الإيراني بأنه قتل من المسلمين أكثر مما قتلت إسرائيل المسلمون لسيما الشعوب العربية منهم يعرفون جيداً أن إيران تسعى دائماً لتعزيز نفوذها المذهبي والسياسي والعسكري في دول المنطقة ولن يبيض صحائفها السود دعمها لبعض فصائل المقاومة وهي لا تخفي عداءها بل تختنص أي فرصة للتوسع فما زالت تحتل الأحواز العربية وتتمدد في دول المنطقة ولا تتردد في إعانة الدول الغازية كما حصل في احتلال أمريكا لأفغانستان والعراق وقنوات التفاهم والتعاون بين إيران والكيان الصيوني أكثر من أن تعد فهما وجهان لعملة واحدة ينضم إلينا في الستوديو الأستاذ أمجد ناصر الباحث في الشؤون العربية والإقليمية كما يشاركنا عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أسامة أبو رشيد الباحث والناشط السياسي الفلسطيني المقيم بواشنطن أهلا بكم ضيفيني كريمين لو بدأنا معك دكتور أسامة في البداية نحن بحاجة لأن نعرف منطلقات العلاقة بين إيران من جهة والمقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها من جهة أخرى نعم نحن نعلم طبعا أن إيران بعد الثورة الخمينية قطعت علاقاتها بإسرائيل وبالولايات المتحدة وكان خطابها نحو القضية الفلسطينية خطابا إيجابيا وكانت قيادة منظمة التحرير بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات من أولى الوفود الرسمية التي زارت العاصمة طهران الآن نعلم أن ما جرى بعد ذلك كان مختلفا بشكل كبير نتيجة التصعيد الإيراني العراقي وبدأ المحاولات تصدير ليس فقط الثورة وإنما حتى محاولات التبشير بالمذهب الشيعي في المنطقة العربية هذه كلها أثرت على العلاقات إلى أن جاء مرحلة بداية انطلاقة مؤتمر مدريد عام 91 أو نهاية عام 91 في 30-10-91 وذهاب منظمة التحرير وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في اتجاه المفاوضات مع إسرائيل ثم جاءت أوسلو وهنا بدأت فصائل المقاومة الفلسطينية وإيران تتقارب بسبب العلاقة مع النظام السوري في ذلك الوقت نظام حافظ الأسد تتقارب ضمن جبهة الرفض مع إيران التي عارضت اتفاقات السلام وعارضت مبدئيا على الأقل الموقف الفلسطيني يرى أن هذه الاتفاقات ليست في مصلحة الفلسطينيين وأنها تنازل عن حقوقهم التاريخية سواء عن الأرض أو السيادة أو السكان واللاجئين وغيره فهنا بدأت العلاقة تتعمق وتتعزز في ظل ضغوط متزايدة أيضا غربية على إيران يعني خصوصا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر واستهداف المقاومة الفلسطينية في نفس الوقت جعل هذه العلاقة تتعمق وتتحول إلى علاقة استراتيجية لكن علاقة قائمة على مصالح مشتركة خصوصا في حالتي حماس والجهاد وحالة إيران كانت علاقة استراتيجية على مصالح مشتركة بمعنى أن إيران تريد أن يكون لها أدوات في المنطقة قادرة على أن تؤثر في استقرار المنطقة ككل في حال تم استهدافها وهذا يجعل عملية استهدافها صعبة اليوم كان عندها حزب الله هناك الآن أيضا فصائد تدعم بعدا فلسطينيا يعطيها أيضا عمقا وشرعية حتى في العالم السني ورأينا يعني يوم الأيام بعد عام 2006 كلنا يذكر أن حسن نصر الله زعيم حزب الله كان اسما دخل كل بيت تقريبا في العالم العربي إلى درجة أنه بدأت تصدر فتاوى من المملكة العربية السعودية بتكفير الشيعة وبتكفير حزب الله وحسن نصر الله لأنهم رأوا ذلك الامتداد ولكن للأسف في ظل غياب موقف سني مشرف لا يوجد عندنا دولة سنية تقدم موقفا مشرفا فبدأت تصدر الفتاوى وهذا أضعف موقف السنة أكثر فالإيران كانت تريد أن يكون لها هذه الشرعية السنية والفصائل الفلسطينية المقاومة تريد الدعم في ظل حصار عربي خانق مطبق متواطئ مع إسرائيل عليها خصوصا من الجارة مصر مع حدود قطاع غزة فهذه العلاقة تطورت بشكل متبادل وعلى أساس أنها مصالح متبادلة الآن أعلم أننا ستدخل في زوايا أخرى أنه هذه العلاقة مع الوقت خصوصا بعد فشل ما يسمى الربيع العربي وأنا لا أقولها من باب الانتقاص منه إنما لا أرى أننا دخلنا ربيعا الربيع قادم إن شاء الله عندما أفشلت الثورات وأجهضت وإيران كانت إحدى الدول التي لم تفرق عن المملكة العربية السعودية في عدائها والإمارات في عدائهما للثورات العربية ولا حتى عن الولايات المتحدة في عدائهم ولا حتى عن إسرائيل في عدائهم للثورات العربية كلهم كانوا في نفس الخندق وكلهم كانوا في نفس المربع وإن اختلفت الأجندات حينها وجدت هذه الفصائل أنها مضطرة أكثر إلى إيران ولكن هنا بدأ اختلال في العلاقة وهنا الخطر وهذا ما قد نأتي عليه لك قضية مضطرة أن الفصائل الفلسطينية مضطرة إلى التعامل مع إيران من عدمي هذه قضية تحتاج إلى بعض البحث الذي سأعود إليك لأطرحه عليك لكن لو أذنت لي أن أعود إلى الاستوديو أستاذ أمجد نلاحظ أن هناك تناغما بين الساسة في المقاومة الفلسطينية وبين الجناح العسكري في السابق كان يقال أن الجناح العسكري غير راض عن تصريحات الساسة في المقاومة الفلسطينية لكننا نلاحظ اليوم أن هناك سكوتا كبيرا وبعض القادة العسكريين في المقاومة الفلسطينية يعني يصرح حلنا بدعم إيران ويثني على إيران ويقدم نوعا من الشرعية السياسية بشكل غير مباشر للمشروع الإيراني في المنطقة العربية كيف يمكن أن نقرأ هذا التناغم ما بين الساسة والعسكريين في المقاومة الفلسطينية تجاه إيران طبعا وبعد التحية لك ولدكتور أسلاما للمشاهدين أهلا وسهلا الحقيقة نعم حدث تطور هائل داخل حركة حماس الذي يحدث حاليا في رأيي أنه جناح الداخل بس أنا ربما لو أذنت معذرة نحن ربما في المحور الثاني بعد الفصل سنخصصه للحديث عن حماس لكن الآن نريد أن نوسع دائرة الحوار لنتكلم عن المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها لو أذنت من الناحية التاريخية كما تفضل الدكتور أسامة برشيد يعني قوى اليسار الإيراني كانت على علاقة بقوة الثورة الفلسطينية خصوصا بعد سنة 67 وهزيمة 67 واليسار الإيراني كان في الحق يريد الاستفادة من المعسكرات الفلسطينية الموجودة في لبنان ويستغل أيضا القنوات الفلسطينية التي كانت في بيروت للتعبئة ضد نظام الشاه الذي كان طبعا يعتبر شرط المنطقة أو شرط الغرب في ذلك الوقت كما قال الدكتور أسامة أيضا افتح السفارة الفلسطين في إيران سنة 79 واستقبل ياسر عرفات وتم تعين هاني الحسن أيضا سفيرا فلسطينيا في طهران أنا ما أقول أن العلاقة الفلسطينية بإيران هي أقدم بكثير مما فعلته حماس لكن حماس في رأيي نقلت العلاقة من إنها علاقة إذا جاز القول علاقة تكافؤ نسبيا أصبحت علاقة تبعية يعني فعليا حركة حماس لجأت إلى هذا في إطار خيار وليس في إطار ضرورة بمعنى آخر حماس عادت تعريف لماذا تخص بالذكر حماس وأن الجهاد ربما تكون أكثر تبعية برأي بعض المراقبين أيضا الفصائل الجبهة الشعبية والباقي الفصائل الوطنية الأخرى يعني ربما لا تكونوا في منأة عن المجال النفوذ الإيراني هذا صيح الجهاد الإسلامي عندما نشأت في 1980 على يد الدكتور فتح الشقاقي الدكتور فتح الشقاقي متأثر جدا بالنموذج الإيراني وله كتاب عن الخميني بالمناسبة وهو يعني وهو داعم لفكرة الثورة على أسن إسلامي ومقتنع بهذا يعني وطبعا هناك ربما هناك عناصر شعية في حركة الجهاد وحركة الجهاد طبعا ليست مستقلة عن إيران كما يعني هي أكثر تبعية من حالة حركة حماس من ناحية أخرى هي أضعف في الشارع هي ليست مؤثرة كما كما تأثير حركة حماس لكن ما أريد أن أقوله أنه بالنسبة لإيران إيران فعلا نجحت في استثمار الورقة الفلسطينية بشكل ممتاز وبالمناسبة من أيام منظمة التحرير ليس من الآن يعني مثلا كما أشار الدكتور أسامة معارضة طهران لاتفاقيات السلام وعندما عقد مؤتمر في طهران للمعارضة الفلسطينية وسموه المؤتمر الدولي دعم الثورة الإسلامية الشعب الفلسطيني في 22 أكتوبر سنة 91 يعني قبل ما ديت بحوالي ثمانة أيام وأيضا عندما عقد مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية في سنة 2001 انتفاضة الأقصى المقصود سنة 2000 وبالمناسبة علي خامني حي شباب كتائب شهداء الأقصى اللي هم حركة فتح على دورهم في إشعال بداية الانتفاضة أو في الدفاع عن الأقصى إلى آخره يعني باختصار أن إيران تلعب لعبة محسوبة هي تقوم بعملية توظيف ذكية وناجحة للورقة الفلسطينية في إطار صراع إقليمي أوسع بطبيعة الحال طيب سأعود إليك لأسألك عن ماذا تريد طهران لكن قبل ذلك نعود مرة أخرى إلى واشنطن دكتور أسامة يعني هل يمكن القول أن طهران استطاعت اختراق جدار الفصائل الفلسطينية والنفاذ إلى عمقها لدرجة أنه يعني عندما يشاهد الشارع العربي الذي كثير منه ما زالت دماء أقربائهم وأهليهم وذويهم ما زالت نازفة حتى الآن من أفعال الجنرال قاسم سليماني ترى صوره في غزة هل يمكن القول أن بالفعل طهران نجحت في اختراق عمق الفصائل الفلسطينية عمق المقاومة الفلسطينية في الحقيقة هذا السؤال ليس سهلا يعني وأنا أريد يعني أنا أعود إلى بعض الأمور في الإجابة طبعا في معرض الإجابة على هذا السؤال لبعض الأمور التي تفضل فيها الأستاذ أمجد هل حصل اختراق لكل الفصائل يعني واضح أنه إحنا نتكلم على فصيلين عمليا نتكلم على حماس والجهاد الإسلامي لا نتكلم على فصائل أخرى هذان الفصيلان لا يمكن أن نساويهما في مستوى العلاقة مع إيران والأستاذ أمجد أشار أن الجهاد الإسلامي أكثر قربا قد يصل إلى حد التماهي مع إيران وليس تماهيا تاما وكاملا للأمانة لكن هو أقرب إلى التماهي والسبب أنه ليس فقط أن الجهاد الإسلامي حركة أصغر لكن تقريبا الجهاد الإسلامي سواء قيادة الداخل أو الخارج شبه موحدة في الموقف وراء إيران ورغم ذلك لم تنجو هذه القيادة ولم تنجو حركة الجهاد الإسلامي من عبث إيران عندما حاولت أن تطلق مشروع حركة صابرين من قيادات منشقة في الجهاد الإسلامي عام 2011 و2012 إلى وصولا إلى 2015 في قطاع غزة وحتى كان جزء من مشروعها عملية تشييع وتم التعامل معها في 2015 في قطاع غزة فإذا حركة الجهاد لا تملك النفوذ والحضور لحركة حماس من الناحية المؤسساتية الآن فيما يتعلق بحماس حماس ليست تيارا في قطاع واحد يعني ليس قطاع غزة هو حماس وليست الضفة الغربية يا حماس وليس الخارج هو سواء إسطنبول أو الدوحة حركة حماس موجودة في ساحات متعددة وهي جزء من تيار أوسع سواء تنظيميا أو فكريا وهو جماعة الإخوان المسلمين وهذه الجماعة وهذه الحاضنة الشعبية لحماس هي حاضنة بالدرجة الأولى متحسسة جدا من إيران ليست مع إيران مع مواقفها وسياساتها ليس بسبب تشييعها إنما بسبب سياساتها ولذلك حقيقة أنا لا أقول أن حماس خيارا لأنه أي حماس يعني رأينا خالد مشعل عندما زار لبنان كيف تم التعامل معه من قبل قيادة حزب الله كيف تم محاولة تعكير زيارته كيف تم الضغط على عون رئيس الجمهورية وعلى بر رئيس البرلمان وحتى على ميقاتي رئيس الحكومة لعدم استقبال خالد مشعل وفي المحصل استقبله ميقاتي في بيته نجيب ميقاتي في المحقابل يعامل مثلا قيادات أخرى في حماس مثل إسماعيل هنية بطريقة مختلفة لا شك أن هناك محاولة للعبث في داخل حماس ولا شك أن هذا العبث نجح أكثر في قطاع غزة والسبب أن قطاع غزة محاصر من القريب قبل البعيد محاصر من الشقيق الفلسطيني في الضفة الغربية قيادة السلطة الفلسطينية محاصر من مصر محاصر من إسرائيل ومحاصر من العالم والإمارات والسعودية والأدوار السلبية والمدمرة التي يقومون بها حتى داخل قطاع غزة معروفة وموثقة وكل هذا الكلام واضح الآن هنا قطاع غزة نحن نتحدث عن مليوني بني آدم هؤلاء بحاجة إلى الطعام بحاجة إلى الشراب بحاجة إلى السلاح بحاجة إلى حياة بحاجة إلى داعم بحاجة إلى سند بحاجة إلى حليف هؤلاء لا يرون العالم كما نراه نحن كما أراه أنا من واشنطن كما ترى حضرتك من إسطنبول لا يرونه بهذه الطريقة هو ينظر من ثقب الباب ويرى العالم من ثقب الباب في حين نحن ننظر من ثقب الباب لنرى قطاع غزة فهذا فارق كبير بين حسابات طرفين ومن ثم تجد أن قيادة الخارج أكثر توازنا في علاقته مع إيران من قيادة الداخل ولكن هل قيادة الخارج واحدة؟ لا طبعا لأن هناك من قيادة الخارج من أكثر إيمانا بأن العلاقة مع إيران ينبغي أن تتوطد لكن ليس لصالح أن يكون عملاء مثلنا ويكون امتداد لإيران أو غيرها هناك الداخل لديه نفس النظرك أيضا الخلل أين يحصل؟ عندما يتحدث أفراد دون الرجوع إلى المؤسسة مثل لما يتحدث الدكتور محمود الزهار أو يتكلم السنوار هنا يحدث الخلل فأنا أقول أنه ينبغي أن نكون للأمانة موضوعيين قليلا أن لا نتكلم وكأن حماس أو حتى الجهب في جعبة إيران لأن هذه ليست حقيقة مع فارق المستوى بين حماس والجهب هذا من باب الأمانة والموضوعية إن شاء الله نعيدك أن لا نكون إلا موضوعيين في هذه الحلقة بعد الفاصل سنتحدث عن موضوع تصريحات الزهار ونحاول أن نسبر حقيقة الموقف حماس من إيران لكن قبل ذلك وقبل الفاصل أستاذ أمجد عندما تفتح المجلات والجرائد والصحف الإلكترونية العربية وترى الباحثين الإسلاميين الفلسطينيين حقيقة يدهشك حجم الثناء على طهران وحجم الثناء على قادتها من خميني ومن قاسم سليماني لدرجة ربما لا تجدها لمن هو مثلا مثلي يتابع الصحافة الإيرانية باللغة الإنجليزية لا تجد هذا القدر من الثناء وهذا القدر من التعظيم بل إن بعض الشخصيات الإيرانية من النظام أمثال مثلا ذرية الرفسنجاني هي تتهم النظام الإيراني بأنه قم بأعمال ربما لم تقم بها الصهيونية العالمية بحق المسلمين هذا يدفعنا إلى السؤال كل هذا التعظيم لطهران بالنهاية إيران ليست جمعية خيرية ماذا تريد من وراء ذلك ماذا حصلت من وراء ذلك هل هي تريد فقط هذا التلميع أو أنها تبحث عن ما هو أبعد من ذلك من قبل الفلسطينيين في اعتقادي أهداف إيران أكثر استراتيجية بطبيعة الحال إيران تدرك أن المنطقة فيها استقطاب إقليمي طائفي حقيقي ونحن فعليا بعد الربيع العربي وحتى يمكن بعد الاحتلال العراق في عام 2003 عمليا إيران تقدمت إلى موقع يعني ربما لم تحصل عليه قبل ذلك بمعنى آخر أنها استغلت وجودها في العراق لكي تمد نفوذها إلى المنطقة والتي تقوي علاقاتها بحزب الله والتي تقوي علاقاتها الفلسطينية والسورية واليمنية لاحقا بعبارة أخرى أن المشروع الإيراني أخل دفعة هائلة بعد احتلال العراق وبعد ذلك أيضا إلى حد كبير فشل الثورات العربية وبذات الثورة السورية التي هي مفصل حقيقي في تطور النظام الإقليمي جعل كفة ميل لمصلحة إيران الآن أيضا للموضوعية علينا أن نقول ما يلي في الحقيقة يعاب على العرب أنهم تركوا دعم وظيفة المقاومة وبذلك فتحوا بابا لإيران لاختراق الإطار العربي من هذا المدخل يعني سواء العرب دعموا المقاومة الفلسطينية أو لم يدعموها فهم في الحالتين سيخسرون إذا خسرت المقاومة الفلسطينية بعبارة أخرى أن التخلي عن المقاومة الفلسطينية هو خطأ استراتيجي عربي والمراهن على خيار السلام بيوصفي خيار استراتيجي كما تقول قرارة الجامعة العربية هذا أيضا خطأ أكبر لأنه يفتح الباب لكل من يريد أن يدعم المقاومة الفلسطينية من خارج العرب وبالتالي سيصبح أمام حماس باب واحد نفتوح هو الباب الإيراني مع تأكيد على أنه بالمناسبة يعني كما تفضل الدكتور أسامة يعني القضية الفلسطينية هي فعليا لديها عمق أكبر بكثير من المسوع الإيراني القضية الفلسطينية قضية إنسانية وإسلامية وعربية جامعة وتتخطى بكثير حدود الطائفية الإيرانية والنظرة الضيقة الإيرانية يعني لو أن قادة حماس فكروا بطريقة مختلفة وأعادوا تعريف الصراع بشكل مختلف سيجدون أنهم في موقع أقوى الحقيقة من موقع إيران وهم ليسوا مطلرين لتقديم مثل هذه التنازلات حتى لو على شكل تصريحات إعلامية أو رفع صور أو شيء من هذا النوع نعم تصريحات السيد محمود الزهار وموقف حركة حماس الحقيقي من إيران هو ما نبحثه بعد وقفتين قصيرة فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن العلاقة بين المقاومة الفلسطينية وإيران سريعا أذهب إلى الدكتور أسامة يعني تصريحات السيد محمود الزهار حقيقة عندما ينسب رجل بهذا المنصب وشغل منصب وزير خارجية فلسطين عندما فازت حماس بالانتخابات التشريعية عام 2005 وهذا من الطبقة الأولى من الحركة عندما ينسب لمخالفي في الموقف من قتل قاسم سليماني بأنهم من شواذ هذه الأمة يعني حقيقة يدفعنا إلى أخذ منحا يعني قليلا باتجاه تحرير المصطلحات ربما قد يسأل جمهور كبير من هذه الأمة العربية وحتى الأمة الإسلامية ما مفهوم الأمة ممكن أن يكون عند حماس أو عند السيد محمود الزهار وما هو الموقف الحقيقي من إيران أستاذ جاد نحن مطالبون كمسلمون أنه دائما إذا تكلمنا أن نتكلم بالقصد لاحظ أنه قبلها بأيام كان هناك مقابلة على الجزيرة مع الأستاذ إسماعيل هنية وبعدها بأيام أتحدث عن تصريح الزهار كان أيضا الجزء الثاني من المقابلة مع الأستاذ إسماعيل هنية لاحظ أنه كان هناك فرق في الخطاب والحديث عن إيران بمعنى هذا ليس موقف حركة هذا واحد هذه مسألة الأولى المسألة الثانية الأستاذ إسماعيل هنية اليوم خارج قطاع غزة يرى العالم بصورة مختلفة عن كيف كان يراه وهو داخل قطاع غزة نحن نتحدث عن شعب تحت حصار هو في 360 كيلو متر مربع محاصر لا يستطيع أن يخرج لا من اتجاه العدو ولا من اتجاه الشقيق لا يستطيع أن يتحرك فنحن نتحدث عن 2 مليون إنسان في رقبة حركة محاصرة من كل العالم دكتور أسامة أرجو المعذرة عن المقاطعة أول بداية حتى تتفهم الموقف ليس هناك طرف من الطرف الآخر حاضر في هذه الجلسة وذلك أنا أتبنى أسئلة نقدية ليس بالضرورة أن أكون يعني أتبنى هذا المحتوى لذلك أنا أسألك يعني مثلا عندما يقول سيد إسماعيل هنية في تصريحات كثيرة يعني ويكررها مرات عديدة بأن مثلا قاسم سليماني شهيد القدس هو شهيد القدس هو شهيد القدس طب هذه تمثل استفزاز لشريحة واسعة من الشارع العربي أنا أتبنى رأي هذا الشارع في هذه الحلقة مضطرا لأنه لا يوجد أحد منهم الآن يمثلون لا لا أنا أستاذ جهاد حتى تفهمني أنا لا أوجه الكلام لك أنا أعلم أنه هذا النقاش وأعلم أنه هذا لكن من يسمعه ناسا يسمع النقاش فأنا أرد على النقطة وليس على حضرتك فأنا أتكلم النقطة بالنقطة فقط أنا واحد من الناس الذين كتبوا عدة مقالات وليه مقال أسبوعي في العربي الجديد كتبوا عدة مقالات عن هذه القضية وكان عندما خرجت تصريحات الزهار كان لي مقالا واضحا فيها أنا من الناس الذين يؤمنون أنه للحفاظ على مركزية فلسطين وعلى هذه القيمة العالية والسامية لفلسطين في الوعي العربي والإسلامي كما تفضل الأستاذ أمجد قبل قليل فإنه ينبغي أن نكون واضحين أن دماء الشعب الفلسطيني ليست نقيضا ولا هي أعز أغلى من دماء العرب ولا المسلمين ولا من أي دم ليست عز من دماء السوريين وليست عز من دماء العراقيين وليست عز من دماء اليمنيين ينبغي أن نكون واضحين في هذه المسألة إذا وضعنا قضية فلسطين في حالة تناقض مع وعي الأمة فإننا نخصى هذه مسألة ينبغى أن تكون ثابتة عندنا وليس مصلحيا عقائديا وقناعة هذا الكلام دكتور أسامة هذا الكلام نفيس لكن ربما المشاهد يحتاج حقيقة إلى معرفة واقع الحال في حماس هل تحول الأمر في العلاقة مع إيران من العلاقة الضرورة إلى علاقة الخيار النهائي بدليل الصوار والاهتمام والثناء بمناسبة وغيرها هل الضرورة تبيح مثلا لفصيل أو لقادة من حماس أن يذهبوا لتعزية الجنرال قاسم سليماني بوفاة والده مثلا إذا سمحت لي أنا في مقالي أيضا وفي مقالاتي أيضا أشير إلى كثير من المسائل أنا أرى أن إيران بحاجة إلى حماس أكثر من حاجة حماس لها لكن هناك موازين قوة وهناك لعنة الجغرافية هناك حصار القريب والشقيق وهناك الاستهداف فأنا أيضا أفهم المعادلات الآن هل الزهار؟ هل السنوار؟ هل العروري؟ هم أصلح أن أقدر الناس على التعبير عن استراتيجية العلاقة؟ أنا لا أرى ذلك أنا لا أرى أن حماس تقوم يعني هي عادلة بحق نفسها عندما تترك هذه الخطابات لأناس بغض النظر عن قيمتهم وفضلهم وغيرهم أنا ليست هذه مسألتي أنا لا أتحدث بالفضل والقيمة وكذا أنا أتحدث الآن في الخطاب السياسي هل هؤلاء الناس هم أقدروا الناس عن التعبير عن الموقف؟ لا هذه قطعا لا المسألة الثانية هل ينبغي أن حماس تنظر؟ أنه هل حصل اختراقات على مستويات شخصية داخل حتى صفها القيادي؟ هذه مسألة ينبغي أن تكون خاضعة أيضا للبحث عند حماس وغيرها لأنه هذه عندما يكون هناك أطراف محتاجة هذا أمر ينبغي أن ينظر فيه بكل جدية ما فيه رمزيات فوق الحق وفوق المصالح الجماعية لكن أنا بدي أعود لمسألة مهمة جدا يعني أنت حضرتك تفضلت أنه قلت أنه الذي يتابع ما بين قسين الباحثين والصحفيين الإسلاميين والفلسطينيين يجد دعم كبير لإيران والله أنا الذي أعرف كمعلومة يعني وهذه كانت واسعة الانتشار أنه السوريين والإيرانيين دائما كانوا يشتكوا لحماس أنه لاحظوا كل الأطراف المحسوبة عليكم والقنوات دائما تشتمنا عكس ما تقولون لنا فالحقيقة لا أنه هو في رفض لإيران وسياساتها الآن هو ينطلق من زاوية الضرورة كحركة لا تحدث عن أشخاص أو جناح عسكري عنده مقاربات أخرى ينظر إلى الضرورة ويضطر أنه يسكت لكن من حوله لا يسكتون وأنا أبدأ أذكر بشيء نحن عندنا شيء اسم لعنة السياسة ولعنة الجغرافية خلينا نكون واقعيين ونكون عادلين في الكلام عندما جاء الاحتلال الأمريكي إلى العراق الحزب الإسلامي شارك ورأس المجلس الحكم الذي كان تحت قيادة تحت احتلال أمريكي هؤلاء الجيش الأمريكي الذي كان يقتل الشعب العراقي هذه حقيقة وكانوا يزورون واشنطن أنا أحد الناس الذين جلسوا مع مستشاري الأستاذ طارق الهاشمي عندما جاء إلى واشنطن وأحد الناس الذين أشاروا عليه كيف يتحدث مع إدارة جورج بوش حتى نكون آمنين وأيضا نفس الشيء حصل مع إخواننا السوريين يعني لماذا نحن وإخواننا المغاربة في قضية عندما قالوا ضرورات لماذا كل الناس لهم ضرورات إلا الفلسطينيون طيب السوريين عندما يجلسون مع الأمريكيين أليس الأمريكيون أيضا مسؤولين عن دماء العراقيين يعني حتى نكون نحن واقعيين أنا لا أقول أنه أي من هذا السليم في موازنة في ضرورات لكن هل ما يفعله هل ما قاله الزهار يدخل في باب الضرورات لا يدخل في باب الضرورات وليس من خطاب السياسة وهو من السياسة التي تقود إلى ضدها فتكون النتيجة أنه يكون عندنا مثل هذا الحوار بدل أن نتكلم عن رمزية فلسطين اليوم نتكلم عن أخطاء أشخاص قادوا إلى أن يجعلوا فلسطين قضية خلافية إيران بحاجة إلى حماس بقدر ما حماس بحاجة لها لكن لو وجدت القيادات وعندهم لا شك قيادات كفؤة لكن طبعا الحسابات التنظيمية والتنظيم من يصدر وغيره وهذه قضايا تنظيمية خاصة بهم أنا أتكلم كشخص يعني رسالة الدكتورة عن حماس أصلا فأتكلم كشخص من يستوعب حتى حسابات حماس وتفكيرها وبنيتها التنظيمية والفكرية حماس لديها أزمة ومعضلة مثلها مثل أي حركة إسلامية في عملية التصعيد القيادي وعندها مشكلة أنه عندما تختلف عندما تتعدد ساحات تواجدك ولا يوجد قيادة مركزية قادرة على أن تجمع الساحات في مكان واحد للاتفاق على خطاب واحد يصبح عندك هنا كل شخص يمشي باتجاه مشروعه وغزى اليوم عمليا 2 مليون بني آدم ليست حماس 2 مليون إنسان مثلما أن السوري يفكر بحسابات شعبه وهو محق ولا ينبغي لفلسطيني ومن الشوفينية والعنصرية واللا إنسانية إنه إنسان إنه الفلسطيني يضع دماء السوريين أو العراقين أو اليمنيين ما دون الفلسطينيين هو المقارنة دكتور سامة ربما يختلف معك البعض في المقارنة بين الإيراني والأمريكي لأن الأمريكي ليس لديه مشروع إحلالي وتغيير الهوية الدينية والثقافية بخلاف المشروع الإيراني أمريكا عندها مشروع لعادة صياغة بنية المنطقة ودينها عبر مؤسسة راند وعبر ما تفعل مع المرات ربما هناك من يقول لك بأن إيران هي الأداة التي تفعلها أمريكا ربما يقول هذا إيران أداة مستقلة سأعود إليك معذرة سأعود إليك قال كلاما مهما حقيقة دكتور أسامة قال إن حماس هي مأزومة حقيقة في الداخل الفلسطيني هل يمكن القول إن ما قاله محمود الزهار هو يعبر عن أزمة حقيقية تعيشها حماس بالتالي هذه الأزمة دفعتها إلى يعني السقوط بين قوسين في كامل الحضن الإيراني أم أن الرجل قال ما قاله تعبيرا عن رأيه الشخصي في لحظة غضب ربما هو أولا دعني أقول يعني وأنا أثني على كلام دكتور أسامة وسأتفق معه في تقريبا في كل ما يقول يتكلم بموضوعية حقيقة نعم القضية بالنسبة للدكتور الزهار أنا أعتقد أنها ليست زلة لسان يعني أنا رأيي الشخصي أنها ليست زلة لسان هذا تعبير عن رأي وقناعة لدى الدكتور الزهار ويعني أنا سبق لي أن رصدت مواقف كثيرة دكتور الزهار يعتبر فيها شخصا إشكاليا ويعني أحيانا يطرح طروحات تبدو يعني غير منسجمة حتى مع ما يقوله يعني قادة حماس يعني مثلا تصريحاته عن أن حماس تبحث إعادة العلاقة مع النظام بشار الأسد وهذا الكلام قالوا في أغسطس عام 2019 وبالمناسبة هذا ليس رأي له رأي الفرق هذا ربما يكون موقف الحركة لأن حتى في المقابلة الأخيرة لسيد إسماعيل هنية لم ينفي إمكانية حصول علاقة مع نظام سوري مستقبلا ولم يؤكد حصولها نعم هذا صحيح لكن دعني أبني على كلام دكتور أسامة ميالي نعم حماس في أزمة هذا لا شك فيه بالمناسبة مظاهر هذه الأزمة؟ من مظاهرها زيارة السيد الإسماعيل هنية إلى المغرب إلى حكومة العدالة والتنمية المغربية ولقائب الملك رغم أن المغرب كان قد وقع اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل في ديسمبر عام 2020 يعني باختصار أنه جاءت الزيارة في توقيت غير مناسب وهي هدية لحكومة العدالة والتنمية وهي أيضا تخدم الرباط أكثر بما تخدم حماس بكثير يعني هل هذه الأزمة ومظاهرها أستاذ أمجد تعني الذهاب بعيدا إلى إيران من قبل حماس؟ هو بدون أدنى شك أن حماس ليس لديها ظاهر عربي قولا واحدا إذا استثنين الدوحة وطبعا في التحليل الأخير قدرات قطر في دعم حماس هي أيضا قدرات محدودة يعني قطر لا تستطيع أن تنفذ إلى مسائل مهمة جدا مثل الوساطة وبين الفصائل الفلسطينية مثل التحكم في معبر رفح كما قال الدكتور أسامة عن لعنة الجغرافيا في الحقيقة جزء كبير من أزمة حماس هو أزمة مصر في الحقيقة يعني أزمة غياب الدور المصري تنعكس بشكل سلبي على حركة حماس وعلى قطاع غزة وطبعا على كل القضية الفلسطينية يعني مدامة مصر الرسمية في علاقة كام ديفيد مع إسرائيل أنا في اعتقاد أن حركة حماس لن تنجح كثيرا في تغيير هذه المعادلات المعادلة الإقليمية ليست لمصلحتها ومع ذلك هذا لا ينفي أن الحركة عليها على الأقل كما قال الدكتور أسامة أيضا أن ترشد الخطاب الإعلامي يعني ينبغي ضبط هذا المستوى الذي يسيء للقضية الفلسطينية مش يسيء للحماس بس ومش يسيء للدكتور الزهار بنفسه وإنما لكل القضية الفلسطينية ويدخلنا في حالة استخطاب أصلا هي ضرة يعني كما قال الدكتور أسامة الاستخطاب الإقليمي أصلا هو ضار القضية الفلسطينية يعني مجرد أن تتصارع السعودية وإيران على حركة حماس هذا يضر القضية الفلسطينية على فكرة بالمناسبة أحد مبررات توقيع اتفاق مكة اللي وقع في فبراير عام 2007 برعاية الملك عبد الله بن عز الراحل كان هو سحب حماس قليلا عن إيران ولدى حماس كان لديها فكرة أنه ينبغي أن نبتعد قليلا عن سلوك إيران الطائفي في الميليشيات في العراق الذين كانوا يتبعون السنة على الهوية ربما تكون مشكلة حماس هي غياب الثيقة بينها وبين بعض الأنظمة العربية وبالتالي لا تستطيع الابتعاد كثيرا عن إيران لا أنا أظن أنها غياب الرؤية الاستراتيجية طيب قبل أن نذهب إلى الفاصل دكتور أسامة يعني من هذه التصريحات الصادرة عن قادة حماس بحسابات الربح والخسارة ماذا كسبت المقاومة وخصوصا حماس وماذا خسرت وماذا عن المكاسب الإيرانية يعني المقاومة طبعا كسبة الذي تراه في كل مواجهة عسكرية هذه حقيقة أن إيران لها يد السبق في دعم هذه المقاومة وتعزيز قدراتها وهذا أمر يعني لو أهل غزة سيقولون لك هذا أمر نحتاجه بكل يعني حاجة لا يمكن لنا أن نستطيع أن نواجه إسرائيل وأن نتصدى للعدوان الإسرائيلي دون الدعم الإيراني هذه حقيقة أحببناها أم كرهناها ووافقنا أم اختلفنا هذه حقيقة الآن إيران لا شك أنها تستفيد أنها تعزز من أدواتها في المنطقة وقدرتها على التأثير الإقليمي وأيضا تسبغ شرعية على جرائمها لأن الآن المسألة ليست أني معادل للسنة كما يحصل في سوريا المسألة هو أن هناك مؤامرة على نظام مقاومة كما يسمونها ونظام ممانعة والدليل أنني أدعم فصائل سنية فلسطينية والله لو حماس أرادت أن تصبح شيعية إيران لن تقبل لأن هذا سيأخذ ورقة من أوراقها لأن حزب الله شيعي والحثيون شيعة وأن اختلفوا في المذهب لكنهم شيعة فإذن هنا إيران مستفيدة جدا الطرفان في علاقة استفادة ليس الخلل في العلاقة الاستراتيجية ما بين الطرفين المصالح المتبادلة الخلل عندما يصبح هناك خطاب فيه فيه كثير من الوهن وفيه كثير من التشتت وفيه كثير من التملق وفيه كثير من الضعف في التعامل والعلاقة مع إيران قاسم سليماني مجرم حرب في ذهني وفي وعي أغلب وعي هذه الأمة هذه حقيقة هو لا شك دعم غزة لكنه مجرم حرب في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن وبالمناسبة السعودية مجرمة حرب كمان والإمارات فالقضية ليست سني وشيعي القضية من يقوم بالإجرام بغض النظر إيش اسمه فهذه هي الحقيقة لكن أنا أضيف كلمة أخرى هي من باب الأمانة أيضا هو النظام العربي لا يريد حماس أصلا يعني ليس أن حماس هي التي ليس لديها رؤية في العلاقة مع النظام العربي طيب السعودية اعتقلت ممثلهم الرسمي الذي كان ممثلا رسميا لعقود عندهم بموافقة رسمية فالنظام العربي عامل الفلسطينيين وعامل حماس بطريقة متوحشة جدا وهذه القضية ليس مقتصرة على حماس يعني أنظر إلى تاريخ الفلسطيني طبعا أنا عندما أنظر إلى معاملة العرب للسوريين وكيف عامل العرب اللاجئين العراقيين بعد 91 هذه حقائق أن نحن العرب كأنظمة أبنى عن أقبح ما عندنا من أخلاق جاهلية أخلاق ما بعد الإسلام أخلاق جاهلية في التعامل مع الغريب طيب الفلسطيني له 75 سنة يعامل معاملة الدخيل ومعاملة المتطفل ومعاملة الذي يزاحمني ثم جربها السوري وجربها الليبي وجربها اليمني وجربها العراقي لنكون واقعيين النظام الرسمي العربي ليس نظاما يمكن أن نفخر به كعرب إيران دولة لديها مشروع العرب ليس دول وليس لديهم مشروع وهم يدمرون أحصنتهم أحصنتهم وجيادهم ولذلك ننتهي بهذه العلاقات المختلة ما بين قوى مقاومة وما بين دولة مثل إيران ونحن لم ننتهي بعد لدينا فاصل أخير ومن ثم عودة لاستكمال هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم أستاذ أمجد في ظل التفاعلات السياسية الرهنة العربية الإقليمية الدولية يعني يشعر المرء أن العرب باتوا بحاجة إلى إعادة تعريف العدو المشكلة اليوم أن العرب ليسوا مجتمعين على عدو واحد يعني صاروا مختلفين حتى على إسرائيل وها هي إيران بالرغم من أن مسؤولين كبار فيها يصرحون مفاخرة بأنهم يسيطرون على أربع عواصم عربية ومع ذلك ما زال العرب مختلفين في قضية تحديد إيران إذا ما كانت عدو أم لا من الذي يعرف عدو العرب اليوم هو الأسف يعني كل دولة قطرية تعرف عدوها بنفسها وحتى في الحالة الفلسطينية أيضا هو نفس الشيء موجود كما تحدث دكتور أسامة حقيقة أزمة المشروع الفلسطيني مشتقة من أزمة المشروع العربي أو إذا جاز القول غياب المشروع العربي نحن بالفعل ليس لدينا رؤية عربية وأنا بالفعل أحمل المسؤولية تقريبا 90% من المسؤولية على دولتين أساسيتين في العالم العربي مصر والسعودي يعني هاتان الدولتان لديهما من الإمكانات والقدرات ما يمكنهما أن ينهض بمشروع عربي حقيقي لكن المشكلة عندما يكون النظام الداخلي نظاما مستبدا وغير ديمقراطي وفاشل تنمويا وفاشل عسكريا وفاشل في كل شيء تقريبا يعني من قال أنه إذا كان السادات لا يستطيع أن يحارب إسرائيل فعليه أن يوقع معها اتفاقية صلح ويعترف بها ويزور الكنيسة يعني بين السياسة بين الحرب وبين إعلان السلام في مئة خطوة يعني لماذا نلجأ إلى خطوات يعني غير منطقية ونقدم تنمجرات أصلا مصر تستطيع أن تتحمل أكثر من هذا بكثير وبالمناسبة تحملها للثقل الفلسطيني هو لمساعتها هي كأني ألمح من كلامك أنك تريد أن تقول أن العرب هم أعداء أعداء أنفسهم طبعا بكل تأكيد نحن أعداء أعداء لأنفسنا هناك مشكلة في أنه نحن ليس لدينا مشروع وهذا أساسا بسبب الاستبداد السياسي النظم العربية ليس لديها عمق شعبي ولا تفهم حقيقة ما يريده الشعوب وكل القضية هي الاستمرار في السلطة دعني أقول كلمة فقط عن حركة حماس حركة حماس إذا اقترحنا عليها بدائل أن أقترح عليها أن ترى مصاري الصراع العرب الإسرائيلي لا يذهب في اتجاه العسكرة بالمناسبة هو يذهب في اتجاه مقاومة مدنية في اتجاه مقاطعة إسرائيل في اتجاه توصيف إسرائيل باعتبارها دولة أبرتايد يعني باختصار إذا قررت حماس أن تحول نفسها إلى انتفاضة شعبية في الضفة أو في أماكن أخرى كما رأينا في يوم الغضب الأكبر يوم 18 مايو أثناء عملية سيف القدس في 18 مايو الماضي يمكن أن تكسب حماس أكثر إذا قررت أن تراهن على أدوات أخرى مع إبقاء الوسائل العسكرية باعتبارها لاست ريزورت أو خيارا أخيرا عندما تتعرض لغزة لعدوان قطعا لازم يكون في صوريخ لازم يكون هناك رد ما لكن الاعتماد على إطلاق الصوريخ باعتبارها استراتيجية أنا أعتقد أن حماس تخطئ في قراءة بسار الصراع إحنا لدينا كاتب بريطاني اسمه ويل كرورفود كتب عن انتفاضة العودة معركة ستخسرها إسرائيل لو عرفت حماس تحرك المجتمع الفلسطيني باتجاه ثقافة المقاومة المقاومة الشعبية كما حدث في انتفاض السبعة والثمانين أعتقد أن آنذاك إسرائيل ستكون تحت ضغط وسيحدث تفكك في المجتمع الإسرائيلي وسيقل الضغط للجيش الصيوني وبآن ذاك تكون حماس حققت ما تريد بدون على فكرة استخدام القوة بهذه الصوران لكن دعني أسأل دكتور أسامة يعني إيران اليوم هي بطلة الحديث على الساحة العربية أي حيث تحتله في قائمة أعداء العرب الذين يهددون الأمن القومي العربي ما طبيعة هذا التهديد؟ ما طبيعة هذا العداء؟ سيدي أنا لن أقول كلمة لم أكتبها من قبل العدو الاستراتيجي والتناقض المركزي لهذه الأمة هو المشروع الصهيوني هذا بالدرجة الأولى إيران بسياساتها بسياساتها هي عدو لهذه الأمة اليوم بسياساتها لأن الإيرانيين هم جزء طبيعي من المنطقة هم موجودون منذ قرون هذا المذهب موجود أحببته أنا أم خالفته موجود لكن مشكلتي مع إيران هي عدوانها علينا هذه مشكلتي مع إيران إن غيرت سياساتها والتزمت حدودها وتوقفت عن التبشير بالمذهب والطائفية وخلق الحزازات والانقسامات والشروخ داخل مجتمعاتنا والتعدي على سياداتنا وعلى شعوبنا فهي جار جار لكن إسرائيل لن تكون في يوم من الأيام جار لأنها ليست عضوا طبيعيا ولا طبيعيا في المنطقة فإذا إيران إسرائيل عدو التناقض الأساسي المركزي للأمة لأنها وجدت لتمزيق هذه المنطقة كلها وتمزيق العرب ولكن إيران بسياساتها اختيارا اختارت أن تكون عدوا لنا بسياساتها إذا إيران التزمت بسياسات لكن ثم تمن يقول لك دكتور أسامة أن حاصل التطبيق العملي لسياسات إيران ربما يعادل أضعافا مضاعفة ما فعلته إسرائيل في فلسطين يا سيدي ما هو المشكلة أين إذن يكون الخلل إيران دولة هي إمبراطورية سابقة إيران ترى نفسها إمبراطورية امتداد للفرس يعني هذا معروف وطعمت ذلك بمفهوم إسلامي ومفهوم مظلومية وإعادة كتابة التاريخ وافتعال أحداث تاريخية لم تحدث أو تفسيرها بسياقات ومظلوميات وعدائية تاريخية صيرورة مستمرة لا تقف أنا لدي مشكلة مع هذه المسألة لا أخفيها الآن إيران كيف تستطيع أن تضحى داخل حدودها أن يكون هناك موقف عربي السعودية لا تستطيع أن تتصدل دعني أن أقول لك رأي موجودا في الشارع العربي وأرجو تكرما بدقيقة واحدة يعني ثم تمن يقول بأن إسرائيل خطر عابر سيزول عاجلا أم آجلا بينما إيران هي خطر مستديم وقد عبر عن هذا الخطر الفاروق خليفة المسلمين عمر بن الخطاب عندما قال ليت الذي بيننا وبين فارس جبل من نار لا يصلون إلينا ولا نصير إليهم هذا الرأي موجود ماذا يمكن أن يجاب عنه بدقيقة من فضلك والله يعني لا أعرف إذا هذه مقولة للعمر رضي الله عنه لكن ما أستطيع أن أقوله أن إيران كانت سنية لـ 1780 تقريبا رواها عدد من المؤرخين والذهبي في كتابه طبعا هذه الرواية نعم لو كان هناك موقف إسلامي وموقف عربي قوي ودول تحترم نفسها ونظام عربي قوي لما تجرأت إيران أن تعبث مع المنطقة العربية وفي المنطقة العربية لكن تعبث في العراق لأنه مقسم وتعبث بالسعودية لأنها ضعيفة وتعبث في لبنان لأنه لا يوجد له عمق عربي لماذا الآن يضيع لبنان ويذهب باتجاه إيران والسعودية تتعامل بخفة تخطط في سعد الحريري وتضربه يعني هذا هو أسلوب التصدي للمشروع الإيراني إيران عدو بسياساتها عدو بطموحاتها لن يضع إيران عند حدودها إلا موقف عربي أما إذا توقعنا أن إيران لوحدة تشعر بتأنيب ضمير فنحن نعيش في أوهام طيب أشكرك على التزام بالدقيقة أستاذ أمجد ختاما معك بالرغم من أن التمدد الإيراني والتغلغل الإيراني في قلب العالم العربي أتحدث عن العراق وسوريا ولبنان وفي الجزيرة العربية اليمن يهدد النظام الرسمي العربي ومع ذلك لم يتفق العرب على درجة الخطورة وعداوة إيران لهذه المنظومة هل سمت تحليل يبين هذا اللوبس؟ هو التحليل هو غياب الرؤية الاستراتيجية بالمناسبة حتى في مواجهة إسرائيل الجامعة العربية بالمناسبة دائما كانت هناك اتفاق على توصيف الخطر الإسرائيلي لكن لم يتفقوا يوما على كيفية مواجهة إسرائيل فهم منقسمون بين من يريدون التسوية معها بالمناسبة الحبيب بورقيبة في مؤتمر في أريحة في سنة 1965 رئيس تونس السابق تحدث عن ضرور التسوية مع إسرائيل باعتبارها مرحلة في الصراع هذا من سنة 1965 قبل أن يكون هناك حديث عن التسوية وكلام مفضلات السرية بين عرب والسرية هذا كلام يطول فيه للشرح دعني أعود فقط للنقطة المركزية التي أريد التركيز عليها بالنسبة للدول العربية الدولة المصرية مصر الثقل والتاريخ هي أكثر الدول العربية تأهيلا لكي تعيد صياغة ما يمكن تسميته مشروع عربي حتى لما حدث انتفاضة التحرير أو ميدان التحرير في 25 من يناير على فكرة علي خامنية حيى الشباب المصري واعتبر أنه امتدادا لنموذج الثورة الإسلامية طبعا إيران تحاول أن تنزب كل شيء إليها اتفق مع الدكتور أسامة في أنه لو تغير وضع العرب لو أصبح العرب أقوى إيران ستضطر للالتزام بحدودها بعبارة أخرى إيران هي تهديد حدودي لكنها ليست تهديدا موجوديا يمكن ردع إيران إذا كان هناك قوة عربية حقيقية تقف على قدميها قوة ديمقراطية قوة متقدمة قوة لديها قوة عسكرية بالمناسبة يعني وظيفة الردع يمكن القيام بها بأسليب كثيرة جدا لدول عربية مقصرة في بناء قوتها الذاتية وهذا ينعكس على أن الجميع يريد أن يتغول على العرب وعلى اليمن وعلى عراق وعلى سوريا إلى آخرين أشكرك مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكريمين كان معي في الستوديو الأستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية ومن واشنطن عبر سكايب الدكتور أسامة أبو رشيد الباحث والناشط السياسي الفلسطيني المقيم في واشنطن شكرا لكم على حسن المتابعة في حراسة الله شكرا لكم على الآن